اهلا وسهلا بيكم طيب نبدأ فقراتنا ولازم نؤكد على انه احنا عندنا شوية كويسين هنتكلم فيهم على الاجراءات اللي خادتها الدولة المصرية علشان التخفيف من حدة الازمة اللي العالم بيمر بيها بحطلك تحتها 200-300 خط العالم بيمر بيها الدولة خدت مجموعة من الاجراءات هنتكلم عليها بالتفصيل بس بعد شوية واجراءات بالمناسبة تطمنك طب اجراءات ازاي بالحقائق والارقام بس اسبر علي شوية ومن ضمن الحاجات بالمناسبة اللي خدتها الدولة من اجراءات هي المسألة بتاعة الطلاب المصريين اللي راجعين من اوكرانيا ووصلوا الحمد لله الى بلادهم جمهورية مصر العربية بصحة وبسلامة بدأ الطلاب المصريين في التوافد على مقر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ده بدأ من النهاردة الصبح ليه؟ لتقديم اوراقهم اللي هيتعامل بيها ايه؟ اللي بالتأكيد هيستكمل او تستكمل بيها دراساتهم بالمناسبة يعني دي صورة كده توضح وجود الطلاب في الوزارة علشان استكمال دراستهم في مصر طيب استكمال الدراسة في مصر ليه مجموعة من الضوابط المسألة مع عمرها ما هتمشي كده يعني من غير ضوابط لازم يبقى فيه عندنا ضوابط وشروط واجراءات تتخذ عشان كل واحد ياخد حقه بالتمام الضوابط دي اقرها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بالتأكيد وايضا تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتتم دراسة اوضاع الطلاب المصريين اللي كانوا بدرسوا في الجامعات الاوكرانية وبيتم او بالقصح التوجيه كان الحرص الكامل على مستقبل اولادنا دول وضحت معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة انه تسلم وفحص الاوراق بدأ من النهاردة وبحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والاهلية الاجراء ده هيفضل يتعمل كل يوم معادة جمعة والسبت يعني 2-3-4-5 معادة جمعة والسبت لمدة اسبوعين اصف حد 2-3-4-5 معادة جمعة والسبت ولمدة اسبوعين من النهاردة نبدأ الاجراءات من الصبح الساعة 10 صباحا لحد الساعة 3 العصر خلونا نرحب بسيد سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اهلا بحضرتك فن مساء الخير يا أستاذ يوسف مساء النور يمكن احنا محتاجين اكتر نتطمن على احوال ولادنا اللي جم من اوكرانيا علشان يدخلوا الجامعات هنا اللي انا فهمته انه في مجموعة من الاجراءات والضوابط تم التوافق عليها ايه هي يا فن خلونا في البداية أستاذ يوسف اقول انه زي ما القيادة السياسية اهتمت بسلامة وامن هؤلاء الطلبة وعودتهم الى ارض الوطن اهتمت ايضا القيادة السياسية بتأمين مستقبلهم الدراسي وعلشان كده وزارة الهجرة اطلاقت استمارة على منصة الكترونية بنجمع فيها بيانات الطلبة الجامعات السنوات الدراسية المحافظات مع مستندات ولا معهوش مستندات تثبت قيده في هذه الجامعة والحقيقة يعني رصدنا اكتر من الفين طالب قاموا بتزييل بياناتهم على هذه الاستمارة الالكترونية وتم موافاة وزارة التعليم العالميها الحقيقة الالفين دول منهم يمكن فوق التمنمية معاهم اثباتات انهما يعني داخل جامعات او في سنة دراسية معينة او شهادات قيد وفوق الالف ما سنحتلوش الفرصة ان هو يبقى معاه هذه الشهادات او الاثباتات طبعا زي ما حضرتك عارف تدعيات الازمة وجامعات قفلت فجأة فالولاد ما عارفوش يجيبوا هذه الاثباتات بعدنا كل هذه البيانات والمعلومات لوزارة التعليم العالي كان فيه الحقيقة تعاون وتنطيق ما بين الهجرة وما بين التعليم العالي واللي بدورها جهة الاختصاص وزارة التعليم العالي اقرت ضوابط معينة وتعرضت في مجلس الوزراء السابق والحقيقة اخذ دولة رئيس الوزراء القرار في ضوء ما عرضته وزارة الهجرة وضوء ما اقترحته وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الحالات وتمت الموافقة على إحالة هؤلاء الطلبة إلى الجامعات الخاصة والأهلية زي ما حضرتك ذكرت من النهاردة اتدت وزارة الهجرة تتلقى المستندات والطلاب في مقرها بأحمد عرابي المهندسين من الساعة عشر الصبح لغاية الساعة ثلاثة عصرا معدى يوم الجمعة والسبت النهاردة جلنا متين طالب والحقيقة كان فيه أيضا استمرار للتعاون والتنصيف مع الهجرة مع سريم ما بين الهجرة ومع التعليم العالي أنه فيه ممثلين عن مجلس الجامعات موجود معنا فإذن إحنا نشتغل مع بعض في استلام هذه المسندات طيب الولاد اللي هما عندهمش مسندات واللي ما سمحتهمش الفرصة أنه يبقى معاهم وده العدد الأكبر من ضمن الضوابط اللي أعلنتها وزارة التعليم العالي أنه هناك فرصة ثلاثة أشهر لهؤلاء الطلبة أنه هما يجيبوا هذه الإثباتات بقيد الضرافة والحقيقة أنه سفارتنا في كيف يعني حتى تعاون في التواصل مع هذه الجامعات أول لما تفتح أبوابها وإن شاء الله بعد ما تستقر الأوضاع في أوكرانيا أنه نحن نجد لهم هذه الشهادات عشان يقدروا أنه هما يتم تحولهم إلى الجامعات الخاصة والأهلية طيب طيب عندنا صدر لا لا يا فنم اتفضل يا فنم كملي أخلي أسئلتني في الآخر طيب آخر حاجة هقولها احنا عندنا بعض الكليات زي الطب البشري الصيدلة الهندسة طب الأسنان هذه التخصصات من ضمن ضوابط التعليم العالي أنه سيتم الإعلان عن إجراء اختبار لمستوى للتحديد مستوى هؤلاء الطلبة دون هذه التخصصات ممكن أن هما يدخلوا على البوابات الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية عشان يشوفوا الأماكن الشغيرة في هذه التخصصات ويقدروا أن هما مباشرة يتجهوا إلى هذه الجامعات عظيم جدا طيب أول سؤال يا فنم مسألة أنه ها قدينا مهلة للطلبة ثلاث شهور وبالتعاون مع سفارتنا في كييف للحصول على المستندات أنا يمكن من أبناء مدرسة ماذا لو طيب ماذا لو لقدر الله استمرت الحرب لفترة أطول من كده واستمرت الأزمة وبالتالي مش هنعرف نجيب المستندات في خلال مدة الثلاث شهور يعني هل من الوارد أنه بالتنسيق ما بين وزارة الهجرة عند حضرتكم ما بين وزارة الخارجية أيضا أنه تحصل المخاطبات بشكل رسمي ما بين وزارتي الهجرة والخارجية المصرية وما بين سفارتنا في كييف وأيضا ملحق التعليم الأوكراني هنا في القاهرة هو الحقيقة ما نقدرش نجزم إذا كان الموضوع سيستقر من عدمه في الوقت الحالي صحيح ولكن اللي نقدر نجزم به هو يعني اهتمام القيادة السياسية بمستقبل هؤلاء الطالبة صحيح فالبداية كمرحلة أولى أنه التعليم العالي قدت المهلة ثلاثة أشهر لو حصل أن احنا بعد شهرين لقينا الأوضاع زي ما هي بالتأكيد احنا كوزارة للهجرة زي ما كان حاصل الحقيقة تواصل مع الطلبة يوميا عبر الجلسات الحوارية الافتراضية مع الطلبة في أوكرانيا الغيط لما نزله أكيد حننقل يوم عن يوم تدعيات الموقف وبالتالي نقدر أن احنا نعرض على وزارة التعليم العالي زي ما قلت الحضرتك جهة لاختصاص تطورات الموضوع وبالتأكيد أن احنا مهتمين به مستقبل هؤلاء الطلبة لأنه ده غضب عن نعم ده مش أنه هو معرفش يجيب عشان مش عارف يجيب لا هو مش عارف يجيب لأنه فيه حالة استثنائية وفيه جامعة مقفولة وحرم أن احنا نضايع عليه السنة أنا برضو عايز أقول لحضرتك أن احنا عندنا لسه يعني يمكن 20% من الطلبة ما زالوا متواجدين في أوكرانيا والطلبة دول الحقيقة فضلوا أن هم يكملوا لأنه هو قال يعني أنا مش عارف إذا كانت الدولة ستعترف بالجامعة بتاعتي من عذب فأنا مش هقدر أن أنا أجازف وانزل وأنا فضلي شهر على التخرج فأنا على مسؤوليتي أنا هكمل لغاية لما أشوف الأوضاع فأصبح ده قراره هو فأصبح ده قراره هو إنما طبعا بالتأكيد أنه احنا ما زلنا مستمرين في رصد المشهد في أوكران ومستمرين أيضا في التواصل مع الطلبة ومع أسرهم عايزة بس نبه الطلبة أستاذ يوسف بعد إذنك أرجوك يا فضل إنه في الكثير من الشائعات النهاردة أنا على جروب على الواتساب للطلبة العائدين وابتدى يكلموا على أمور غير صحيحة وإنه حصل مقابلة مع الوزير التعليم العالي مقابلة الطلبة مع الوزير التعليم العالي وإلي أقر بعض الشروط أرجو الالتزام بما تصدر وزارة التعليم العالي في بياناتها الرسمية وأيضا بما تصدر وزارة الهجرة في بياناتها الرسمية لأن هناك الكثير من الشائعات هناك الكثير من المحاولات لدس يعني الخوف والزعر في قلوب الطلبة وقبول وقلوب أسرهم وأرجو بس أن احنا نلتزم بهذه البيانات ولا يتم الاتفاة لأي شائعات في هذا الإطار طب هل يا فندم نقدر نقول أو حضرتك يعني تقول لنا إيه هي الضوابط والمعايير اللي على أساسها يتم قبول الطلبة في الجامعات داخل مصر سواء إذا كانت خاصة أو أهلية أو غيره زي ما قلت لحضرتك الطالب وهو جاي عندنا في وزارة الهجرة لازم بيبقى معه جواز سفره وجواز سفره بيبقى محطوم عليه إقامته في أوكرانيا لازم بيتم إثباتها أنه هو كان موجود قبل 24 فبراية اللي هو بداية الأزمة مصبوع فده لازم يبقى فيه إثبات أنه هو فعلا كان في أوكرانيا صح وطبعا أي أوراق طوز بتقيده في السنة الدراسية وإسم الجامعة والبيانات كل ده مطلوب عظيم الولاد اللي بيقولنا النهاردة ومعهمش حاجة إحنا بنقبل بياناتهم معلوماتهم لأنه خلاص أنا عارفة أنه هو ده من خلال باسبورو أنا متأكدة أنه ده كان في أوكرانيا بس هو منتظر أنه هو يجيب لي هذا الإثبات فمش بقوله لأ ما أنت ملكش حاجة عندي يروح لأ أنا بقبله وبقيده وببقى عارفة أن ده قدامه هذه المهلة من الثلاثة عشر حنيجي بقى للتخصصات زي ما قلت لحضرتك الضوابط اللي أعلنتها التعليم العالي الطب البشري طب الأسنان الصيدلة والهندسة دول حيتم الأعلان من قبل وزارة التعليم العالي على اليوم اللي سيتم فيه عمل هذه الاختبارات للتحديث المستوى لأنه زي ما حضرتك عارف يا أستاذ يوسف الناس فيه طلبة بتروح أوكرانيا المجميع مختلفة والقبول مختلفة فلو هو حتى فيه طب بشري في أوكرانيا وحيرجع هنا وعايز يكمل طب بشري فالحقيقة ممكن أنه هو يخرش طب بشري هنا ولكن يتعصف تعليم يبقى مش هو من نفس المستوى العالي اللي هو جاي منه فحماية للطالب نفسه وحماية لأسراته ومستقبله الدراسي أقارت وزارة التعليم العالي يعني تنظيم امتحانات واختبارات لتحديد المستوى عشان نقدر نقيم الطالب في هذه التخصصات الأربعة ما دون ذلك زي ما قلت بيروح على البوابات الإلكترونية للجماعات الخاصة والأهلية ويقدم مباشرة طب فيه كلام غريب يعني أنا سمعتك مثلا جملة غريبة جدا أنا مش عارف ماذا صحتها أنه بعض كليات الطب في بعض من الجماعات الأوكرانية كانت بتقبل الطلبة اللي كانوا شعبة أدبي في السنوية العامة وأنا مش عارف إذا كان ده حقيقي ولا لا أنا سمعتها أنا كمان يا أستاذ يوسف والحقيقة يعني الكثير طبعا من عايزة أقول ترائف شائعات ناس كتيرة ابتدت تتكلم في الموضوع ده وأنا يعني مش عايزة أن إحنا كمان كفاية الأولاد اللي شفوه في أزمة أوكرانيا يعني إحنا مش عايزين نقدرهم أكتر وأكتر ولا أن إحنا نقلل منهم ولا من يعني خلي بال حضرتك أن هم دلوقتي بيمروا بي يعني ظروف نفسية يعني محيرة طبعا هو مش عارف هيعمل إيه فمش عايزين نزود عليه كمان عبء أنه الناس بتقول ده اللي هو في طب باشا ده كان أدبي أصلا هو الكلام ده زي الضوابط اللي أعلنتها التعليم العالي ده اللي احنا هناخد به تحديد المستويات ده اللي حيفرق ما بين الطالب والآخر حماية ليه زي ما قلت لحضرتك ولمستقبله الدراسي وللمزيد من المعلومات يجب على الجميع أنه يراجع بيانات وزارة الهجرة ووزارة التعليم العالي أي حاجة تكتب على جروبات واتس أب على أي حاجة من فضلكم لا يتم تدولة كتير بيجيلي واتس أب فهل الخبر ده صحيح دي إشاعة ولا لأ أخبار كتيرة كتيرة متدولة فالأهم إن احنا نلتزم بالبيانات الرسمية لكل من وزارتي التعليم العالي والهجرة ربنا يقويك وفندم احنا بنشكر حضرتك جدا وشكرا على هذا الجهد المبزول دايما من حضرتك ومن طاقم عمل الوزارة ألف شكرا لك يا ساتة السفيرة شكرا لك يا فندم كل شكر الله معالي الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج هنه هقول والله هقولك وأصلا عارف أنا المشاهد ببقى عايزي هقولك الدولة بتعمل إيه علشان تطمنك وتأمنك اللي أقدر أقولهولك اطمن إيه اللي طمني والله الحقيقة والأرقام أصبر علي بس تعالنا نروح للتحاد الكورة واحدة واحدة احنا بنسخن يعني أعلن اتحاد الكورة المصري فتح باب الحجز بدءا من بكرة الصبح التلات لإيه لحجز تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال في اللقاء اللي مقرر ليه بإذن الله يوم 25 مارس اللي احنا فيه طبعا ده في ذهاب التصفيات الإفريقية الأخيرة المؤهلة لكاس العالم 2022 واللي بإذن الله تقام في قطر اتحددت أسعار تذاكر المباراة بتاعت منتخب مصر والسنغال بالطريقة الآتية حضرتك ربنا كرمك وبعتلك وعاوز تنبسط وتقعد حاجة كده خمس ست سبع نجوم هتدفع ألفين جنيه في المقصورة حضرتك عايز الميزانية بتاعتك تبقى أقل شوية يبقى ستميت جنيه درجة أولى علوي لأ ستميت جنيه درجة أولى الدرجة الأولى العلوي بقى بربع مية الدرجة التانية ميتين وخمسين الدرجة التالتة مية دي الأسعار بتاعت التذاكر يعني احنا قلنا كده يبقى ألفين وقلنا اي تاني معلش هتوالي تاني يا جماعة واحدة واحدة لازم نديها للناس مرة كمان أيو حقهم آه بس كده تحديد التذاكر مقصورة ألفين جنيه درجة أولى ستمية درجة أولى علوي ربع مية درجة تانية ميتين وخمسين درجة تالتة مية أصبح في كده عندنا ايه خمس فئات من بكرة الصبح حضرتكم تقدروا تحجزوا التذاكر بتاعتكو بإذن الله نتمنى طبعا أكيد ماتش موثق لمنتخبنا الوطني نتمنى بإذن الله ان احنا نكسب مثلا تسع صفر لمنكسب تسع صفر هتبقى حاجة لطيفة مش مستبعدة برضو احنا اللعيبة بتوعنا زي الفل مدربنا زي الفل مديرنا الفني زي الفلين احنا ميت فل واربعتاشر بعد الفاصل أحكيلكو بقى واحدة من أهم الحواديث اللي لازم تتحكي ليه هي من أهم الحواديث أنا دايما أشوف أنه أهم حدوتها لازم تسمعها وبالمناسبة لازم من وجهة نظر المتوضعة اشرحها لولادك مهما كانوا سنهم صغير إزاي الدولة طول الوقت بتحميك طول الوقت هتيجي تقول لي وإيه علاقة العيل الصغيرة بده لأنه لازم العيال دي تكبر وهي عرفة قيمة بلدها وقيمة دولتها وقيمة اللي بيتعامل علشانها هيجي في يوم هيكبروا ويبقوا شبان زي الفل هيتذكروا هذه الأيام ويعرفوا بلدهم عاملت علشانهم إيه فاصل ونكمل الكلام موسيقى 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 ده بقى جزء من لنا بقوله لسياتك إيه هو لما فخمة الرئيس بيوجه طول الوقت بإنه توفير السلع الغذائية نحافظ دايما على محدود الدخل نحافظ دايما على لقمة عيش الناس ومقدرتهم وطبعا بالتأكيد بالتأكيد وإحنا بنقترب من حلول شهر رمضان المبارك بإذن ربنا سبحانه وتعالى اللهم مبلغنا رمضانه كل سنة ومتو طيبين هتلاقي كل وزارات الدولة وأجهزتها ومؤسستها بتشتغل طول الوقت على كده لما تيجي تشوف على سبيل المثال الحصر اللي حددك شفته دلوقتي وزارة الداخلية مشكورة بتطلق المرحلة رقم كام؟ 22 دي المرة رقم 22 اللي وزارة الداخلية الحقيقة مشكورة تطلق مبادرة كلنا واحد وأظن اسم المبادرة لوحده واضح إحنا كلنا واحد الكل الكل لأجل الفرد مش هقولك الفرد لأجلك الكل لأجل الفرد يتم بقى من خلال المبادرة دي زي ما يمكن حضرتك لاحظت أو إذا ما لاحظتش هتلاقي إنه بالتنسيق مع كبريات السلاسل طبعا ده غير بقى العربيات والقوافل وما إلى ذلك لكن يتم توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية هتقول لي يعني إيه زي الصبون مثلا على سبيل المثال وهكذا يعني طيب الأسعار هتبقى مخفضة فبعض الأحوال فبعض السلع عشان تبقى فاهم المسألة كويس ما تجيش تقول لي أنت قلته 60% مش على كل حاجة 60% لكن في بعض السلع وبعض المنتجات هتلاقي عليها خصم 60% خصم 60% بالمقارنة بإيه؟ بالأسعار بتاعت ما قبل الأزمة تخيل لحد فين؟ فيتخفض لك 60% على بعض السلع وبعض المنتجات هتفضل طول الوقت المبادرة شغالة هتفضل طول الوقت الدولة شغالة علشان خاطر حضرتك بدون مبالغة هو علشان خاطر حضرتك وأنت بتظن أنه أي دولة أي دولة في الدنيا موجودة ليه؟ موجودة لأجل المواطن موجودة لأجل حماية المواطن موجودة لأجل سعادة المواطن قدر الإمكان كل دولة وعلى قد ما ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها هتيجي تقولي هو أنت تصوفت ولا أنت اتدروشت هقولك لا تصوفت وأن كنت أتمنى أو اتدروشت؟ لا مش متدروش خالص المسألة كلها إنه دايما كل دولة وليها مقدراتها اللي ربنا كتبها لها سواء زاكم من الموارد أو الإيد العام لو الإيد العام المدربة ومستوى التعليم كل دي عوامل كتير بتفرق قوي مع قدرات الدولة على توفير قدر من السعادة للمواطن والله إحنا نتمنى نبقى زينا زي النرويج وفنلندا الدول السعيدة دائما نتمنى ذلك يعني بس يمكن زي ما قال الرئيس احنا بيتكلم على دول عشر حجمنا وماشاء الله يعني دخلها قد كده هو ما أقولكش يعني حاجة عظمة المهم هرجعك على الإجراءات بقى يعني احنا شفنا العملات دخلية ومبادرة كلنا واحد وهي كما جرت العادة بتنجح ودايما الحقيقة دي بتساعد في التخفيف عن كهل المواطنين فيه مواطن يجي يقولك بس أصلا أنا الحقيقة ولا مرة اشتغلت أو رحت اشتريت عن مبادرتك بالمناسبة هو حضرتك طول الوقت طول الوقت بتستفيد من المبادرة كلنا واحد وغيرها من المبادرات هو أنت فاكر أن أنت بتستفيد منها لو رحت مثلا خدت من منافذ أمان أو خدت من منافذ مثلا وطنية أو أمان لا أفند لما حضرتك بتخش السلسلة الكبيرة اللي أيا كان اسمها إيه هو حضرتك بتستفيد من هذين المبادرة لأنه هو ده التنسيق اللي عملها الدخلية ده التنسيق اللي عملها الدولة اتفاق مع أكتر من 900 سلسلة ومركز تجاري ومنافس بيع إلى آخره ده بخلاف حتى المنافذ المختلفة اللي بتنشرها المبادرة المنافذ المتنقلة زي العربيات وخلافه تعالوا نشوف بقى على نطاق أوسع كل الدولة اشتغلت على إيه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير مهم جدا 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 طيب ليه التقرير ده مهم لأنه كما جرت العادة فيه الإنفو جراف اللي حضرتك شايفه قدامك على الشاشة ده وانه نشرحه واحدة واحدة مع بعضينا وبالهداوة مهم ليه علشان تبقى أنت فاهم أنت فين أنت كمصر فين من كافة السلع الأساسية يعني هتشوف إزاي مصر بتضاعف من جهدها علشان توفر لك مخزون استراتيجي مش بتاع النهاردة وبكرة والأسبوع الجاي والشهر الجاي مصر ما بتشتغلش كده خالص مصر بتشتغل هو بالمية 4-5 تشهر طيب استراتيجي من إيه بقى؟ من السلع الأساسية سياسات فعالة علشان تضمن مرأبة الأسواق والسيطرة على الأسعار وعايز زمالي يعني يطولوا بالهم معايا علشان ده تقرير بالنسبالي أو إنفو جراف بالنسبالي مهم جدا أن احنا نشرحه للناس فهاخد فيه وقت أرجوكو لازم الناس تبقى فاهمة مش عاوزين الناس تترك نهبا لمين؟ لا شوية الرعاعة بتوع الإخوان لأنه ده الرعاعة ومنتشرين على السوشيال ميديا انتشار النار في الهشيم مش مصدق تقدر تبص على تويتر تقدر تبص على فيسبوك تقدر تبص على تيكتاك طول الوقت العيال دي بتقول شوية كلام شديدة الحقارة حقير لأنه مش بس مزيف مزيف ويراد بيه كل الأباطيل واحدة واحدة هل عندنا اكتفاء ذاتي من سلع ومنتجات؟ آه طب هل كل السلع والمنتجات اكتفاءنا الذاتي منها 100%؟ لا لكن تعال نشوف نسبة الاكتفاء الذاتي من الأمح سلعتنا الأهم العيش لقمة العيش مخزون آمن لحد نهاية العام نسبة اكتفاءنا منه 65% بعد الزيت بعد الأمح يجي ايه؟ الزيت عندنا مدة تغطية خمس شهور ونسبة اكتفاءنا منه 30% اكتفاء ذاتي طيب الفول عندنا مدة تغطية ثلاث شهور بنسبة اكتفاء ذاتي 30% الرز احنا بإذن الله سبحانه وتعالى اكتفاء ذاتي 100% ونسبة تغطيتنا 6.5 شهر يعني قعد 6.5 شهر الحمد لله أنا في التمام جدا قوي خالص طيب دي لها مدة تغطية تاعتي طيب الدواجن عندي مدة تغطية 6.5 شهر 6 شهور ونسبة اكتفاء الذاتي قد ايه بقى من الدواجن 97% تعالى نشوف اللحوم الحية اكتفاء ذاتي 57% ماشي الكلام طيب تقعد معايا مدة تغطية قد ايه 9 شهور ونص السكر مدة التغطية بتاعتنا 4 شهور ونص بنسبة اكتفاء ذاتي 87% الماكارونا مدة التغطية بتاعتي 5 شهور ونسبة الاكتفاء بتاعتي 100% شوف انت عندك الرز والماكارونا 100% اكتفاء ذاتي خدت بالك الرز 6 شهور ونص الماكارونا 5 شهور اللي انا عايز اقوله لحضرتك ايه لو لاحظت في كل اللي احنا شايفينه قدامنا احنا شايفين مدة التغطية بتاعتنا امنة جدا تعالى ناخد اللي بعده كل دي الجهود اللي احنا عاملينها او اللي الدولة احنا كلنا الدولة بالمناسبة اللي الدولة عاملها علشان خاطر حضرتك تبقى امن طيب ارتفاع اسعار الامح بشكل عالمي وانا عندي امح انا اللي بزرعه وبنتجه وموجود في صوامعي او في مزارعي الاخ 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 وعندي امح بجيبه طيب واحدة واحدة الرئيس مشكورا وجه بالقاتي انه يتعامل حافز توريد اضافي يعني ادي حافز لا اخويا المزارع ده اللي بيورد انا كنت اعمله حافز قبل كده لا زود الحافز يعني الرئيس امر وجه ولا يحب كلمة امر وجه بانه يتم اعطاء حافز توجيه زيادة حافز قصد توريد زيادة على سعر اردب الامح المحلي كل ما هتزرع كل ما هتاخد حافز امح تحديدا ده للموسم الزراعي الحالي وتشجيع طبعا للمزارعين عشان يوردوا اكبر كمية ممكنة طيب عايز تقولي وردات مصر في الامح بقت عاملة ازاي اعني انا بستورد اكتر ولا بانتج اكتر تعال نشوف كده انا في 2014 كنت بستورد تقريبا 15 مليون طن في 2014 15 مليون طن في 21 10 و 6 من 10 10 مليون و 6 من 10 يبقى انا قلت قلت تقريبا 4.5 مليون طن بالرغم ان انا عندي زيادة سكانية وزيادة سكانية رهيبة يعني ده معنى ايه معنى ان قدرتك على الانتاج وجودة التخزين عمالها بتزيد هي دي بقى ابقاش جودة التخزين اللي هي الصوامع اللي مكنتش عجبة بعضهم القدرة على الانتاج اللي هي زيادة المساحة اللي اتزرعت بالامح طيب توزيع مصادر استيراد الامح 15 منشأ لتوريد الامح عشان مخك ما يتلعبش فيه احنا مثلا عندنا 15 مكان بنستورد منه عندنا روسيا واوكرانيا ورومانيا وفرنسا وامريكا واستراليا والارجنتين وكازاخستان وسربيا وبولغاريا والمجر وبراجواي والمانيا وبولندا والاتفيا يجي بقى يقول لك ما روسيا اوكرانيا هنعمل ايه يا سيدي دول اتنين من خمستاشر اتنين من خمستاشر طيب 4400 25000 طن حجم التعاقد من سلعة الامح خلال الفترة من يوليو 21 حتى هذه اللحظة طيب تعالي بقى نشوف التديق بتاع الفجوة ما بين انتاجي واستيرادي 11% تقريبا 111 من 10 11% نسبة زيادة انتاج مصر من الامح احنا كنا في 21 9 مليون طن 22 الحمد لله بقينا 10 مليون طن ماشي الكلام طيب تعالي بقى نسبة زيادة مساحة الامح اللي تزرعت مساحات التي تزرع قمحا 7 و 4 من 10 زيادة في حجم البتاعة دي عايزة تزغل شوية عشان نسلايد في جزء منها مقطوش يا جمال 7 و 4 من 10 نسبة زيادة مساحة الامح اللي بنزرعها فهتلاقي عندنا كنا في 2021 3 و 4 من 10 مليون فدان ماشي طيب احنا بقينا ايه بقينا 3 فصلة 65 مليون فدان في 22 طيب تعالي بقى نشوف وزارة الزراعة الامريكية بتقول الله بتقول ايه وزارة الزراعة الامريكية مش وزارة الزراعة عندنا يعني مش دكتور ساد القصير يعني حتى مش رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مش رئيس جمهوريتنا جماعة العم سام العم سام قال ايه العم سام بيقولك واصلت مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع السعة التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الاسعار الحالية للامح ده كلام انكل سام طيب انكل سام يكمل كلامه ويقول تبذل مصر جهودا حالية لتنويع موردي القمح لمواجهة الازمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو فين الدعم يا فندم الدعم سيادتك عزيزي المواطن سيدي المواطن سيدي المواطن جزء كبير منه ده حتى اللي بيقولوا الامريكان مش احنا اللي بنقول جزء كبير جدا من القمح بيوجه لبرامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم عشان ما يجيش واحد يقول لك اصلي بياخدوا القمح وبيعملوا بييه خبز سياحي بيعملوا مش عارف فيه باجات كفاية بقى طيب الامريكان بيكملوا كلامهم وبيقولوا ويمكن ان تؤدي الاصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات يعني الاصلاحات اللي بتتعامل دي تقلل حجم استيرادي وسط الاسعار المرتفعة مشانا بنحق قلتلك فيه ازكياء ربنا سبحانه وتعالى الهم انه يبقى فيه بصيرة استبصار توقع انه احتمالية الازمات دايما واردة يحصل ازمة لقدر الله زي الحالية مع اوكرانيا وروسيا يحصل حاجة تانية اعمل حسابك طيب تعالى نشوف اللي بعده قدرة الدولة على استيعاب مخزون استراتيجي كافي من القمح جات ازاي ايه اللي حصل وهرجعك زمان بعضهم صوامع تعملوا صوامع ليه عشان بقى نقعد نستورد والدولة مش عارف تعمل ايه واصل الفلاح الغلبان الفلاح بياخد حوافز عشان يزرع يعني فيه اكتر من كده واحدة واحدة اجمالي عدد الصوامع في مصر في 2014 اول سنة تولى فيها الرئيس كانت اربعين صوامع في واحد وعشرين بقىنا خمسة وسبعين صوامع ده معناه ان احنا نقترب من الضعف ماشي يعني الخمسة وسبعين صوامع دول يرفعوا السعة التخزينية مية تلاتة وتمانين وتلاتة من عشرة ساعتنا في المية يعني دي ساعتنا التخزينية يعني لو قفلنا رقم التمانين هنبقى كده متين في المية نسبة زيادة زيادة ايه زيادة دي نسبة زيادة السعة التخزينية للصوامع 2014 احنا كنا واحد واثنين من عشرة مليون طن في واحد وعشرين بقنا تلاتة واربعة من عشرة مليون طن طيب لازم اطور هذه الشوان بقى علشان يبقى فيه عندي الامحة اللي متخزن ده متخزن بافضل الطرق اللي معروفة في الدنيا فيبقى عندي تطوير الشوان تم تحويل الشوان الطرابية اللي هي كانت 105 شونة هو طبعا اهلين للمزرعين والفلاحين في القريف عارفين يعني الشونة الطرابية كانوا سموها الصمعة يعني مش الصمعة بتبقى حاجة كده معمولة من الطراب يعني عجينة معينة كده بنعملها من الخامات البيئة المهم تم تطويرها ليتم تحويلها لهناجر متطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211 ونص قول 212 ان شاء الله محد حوش 1000 طن كويس طيب المستودعات الاستراتيجية بقى اللي احنا بنشتغل عليها جاري التنفيذ بالمناسبة تكلفة المستودعات 30 مليار 30 مليار احنا عايزين ايه عايزين ايه بقى من هذه المستودعات اللي بنشتغل عليها الجديدة كمان اللي هي جاري التنفيذ بتاعها احنا عايزين نزود المخزون السلع بتاعنا ونصل بيه الى انه يبقى عندي قدرة لتأمين امح احنا بقى وانا عندنا لحد 6 شهر ونص او لحد اخر طب تعالى بقى لا ده انا عاوز اشتغل على من 8 ل 9 شهر عندي امح يقعدني من 8 ل 9 شهر كل ده لو انا ما بزرعش وما بستوردش عندي امح ده الهدف بتاعنا احنا دلوقتي بنشتغل تقريبا بالمتوسط على حوالي 5 شهور هي من 4 ل 6 كويس المستودع ده مسحته قد ايه يعني المستودعات اللي احنا بنشتغل عليها السبع مستودعات دول تقريبا هم 70 فدان لانه كل مستودع اللي واحده 10 فددين وبالمناسبة ما بنشتغلش على النهاردة ماهو النظرة بتاعت انه انا بصص تحت رجلية دي خلويس ما بقاش في منه بقى فيه ايه بقى فيه وماذا بعد الاجيال القادمة فيبقى كل مستودع معمول حساب التوسعات المستقبلية بتاعته التكلفة الاجمالية 30 مليار جنيه مصري اللي بعده يا رجال طيب تعالى نشوف بقى التعاقدات بتاعت الدولة تعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية من اول العام المالي بتاع يوليو 21 ده اللي بدأ في 21 لحد اللحظة اللي احنا وقفين فيها دي مارس 22 الدواجن المجمدة تعاقدات بـ 11 ألف طن لحوم حية تعاقدات 26 ألف طن عشان بقى تبقى فاهم يعني هو طن يعني ألف كيلو فاللي وحنا بنتكلم على متوسط وزن الرأس رأس الماشية يعني بتبقى تقريبا حوالي 400-420 كيلو يعني تقريبا نص طن فأنت هنا بتتكلم فيه 52 ألف رأس حية طيب اللحوم المجمدة 3 و 8 من 10 ألف طن مكارونا 175 ألف طن للي بيحب يعني رز 106 6.5 ألف طن زيت خام محلي ومستورد 612 ونص ألف طن السكر عندنا سكر خام مستورد 300 ألف طن سكر أبيض محلي 1200 ألف طن يعني مليون ومتين ألف طن سكر أبيض محلي دي تعاقدات بتتم من يوليو اللي فات حتى هذه اللحظة اللي بعد رقم 5 طيب كل ده يوسف كلام جميل لكن التجار في بعضهم ابن حلال وفي بعضهم ابن حلال برضو بس جشع وفي اللي جشع حبتين وفي اللي جشع ثلاث حبات وفي اللي بيخزن وفي اللي بيرفع أسعار فين الدولة أين الدولة من هذا الموضوع أقولك يا سيدي أين الدولة عشان برضو بيطلعوا ناسي يقولك إيه آه عمالين كل شوية يقولوا لنا المواطن يعمل المواطن يساوي هو أنا وإنت علينا مسئولية مفيش خلاف بالمناسبة يعني بس الدولة عليها مسئولية وهقولك كمان لا ده الدولة مسئوليتها أكبر لأنها الدولة تعال نشوف الدولة عملت إيه هل وقفت الدولة مكتوفة اليد ولا الدولة اشتغلت أنا براح قلتلك لو تفتكر اللي يحسب مضبوطات الداخلية في ثلاثة أيام بس هيتخض حجم مزهل ده بيعكس حالة جشع غريبة غريبة أنا بيش يقولك بش مصريين دون ولا إيه طيب جهود الدولة لضبط السوق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء وحدة وحدة بالترتيبه من على إيدك اليمين وانت بتتفرج على شاشة أنا عندي إيدي كده زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمة مية وسبعين مليار جنيه حجم الاحتياطي في الموازنة بعد موجه الرئيس بزيادته بنسبة خمسين في المية فزادت أو زاد المبلغ بقى مية وسبعين مليار جنيه طيب هل حصل إنه الدولة رفعت إيدها عن الدعم لا هل ثابت الدعم زي ما هو لا بالعكس ده زودت من نسبة الدعم مية تلاتة وتلاتين وتمانية من عشر يعني عمليا مية اربعة وتلاتين في المية نسبة زيادة دعم السلع التموينية تعالا كده نبص 2013 2014 يا مؤمن كان الدعم اللي بيصل للمواطن مفترض إنه بيصل للمواطن يعني خمسة وتلاتين ونص مليار جنيه ده اللي كان بيوصل للمواطن أول اللي بقى أرجع وقولك مفترض إنه كان بيوصل للمواطن الدولة خدت إجراءات كتير جدا من 2014 حتى هذه اللحظة وصلنا إلى إنه الدعم وصل لكم تلاتة وتمانين مليار يقولك وأين الدعم بتقولك مع صيبين الغلابة نهبا للتجار أما للتلاتة وتمانين مليار ده لإيه يا راجل ده كان زمان خمسة وتلاتين يقولك فين أيام زمان والنبي ما تقول الزمان يرجع زمان أبوس إيدك تلاتة وتمانين مليار متأكد إنك عايزه يرجع للخمسة وتلاتين إنت متأكد واثق يعني أظن لأ إنت مش متأكد إنت أكيد مش عايزه يرجع للخمسة وتلاتين مليار إنت مبسوط أكيد بالتلاتة وتمانين ولا إيه يا رب تكون مبسوط إنت عرف أنا لو علي والله يبجد أقول يا رب يجي يوم ما يبقاش فيه دعم خالص مش عشان إن إحنا كده نسيب الناس الغلابة لا إن ما يبقاش أصلا فيه غلابة جاية جاية ربك كريم وإحنا بنشغل مخنا مع بعض طيب 64 مليون مواطن بيستفيدوا من بطاقات التموين علشان السلع التموينية بطاقات التموين بتاعتنا بتاعت زمان دي هلو 64 مليون مواطن يعني تقريبا 64% من مصر بيصرفوا من بطاقات التموين هلو كده طيب 72 مليون مواطن اللي هم بالتقريب 72% بيستفيدوا من البطاقات بتاعة الخبز اللي يا كلوت الخبز طيب الدولة بتتحمل 100% مش 50% ولا 70% ولا 90% 100% من زيادة سعر الأمح في العيش المدعم 100% يعني الزيادة اللي تحصل في الأسعار انت ملكش دعوه تحديدا فيه أمح العيش المدعم الدولة شايلها الوحدة شايلها الوحدة اظن انت شايف ده ولا ايه طيب في الزيت بقى الدولة شايلة لوحدها 75% من ارتفاعات الأسعار 600 ألف بطاقة جديدة تم استخراجها لفئات أولى بالرعاية ومحدود الدخل من سنة 2018 عشان ليجي بيقولك يا جماعة ده أم خلاص بطالوا يطلعوا بطاقات تمويه ومالي 600 ألف بطاقة دول ايه 600 ألف بطاقة يعني 600 ألف أسرة بالمناسبة يعني ماشي تعال بقى نشوف ايه الإجراءات اللي خدتها الدولة في تكلفات للمحافظين بشكل مباشر مش هقولك بقى الوزراء المحافظين بشكل مباشر تكليف المحافظين بالتأكد بصفة مستمرة ان الأسعار اللي حصل فيها تغيير يبقى سعر عادل وانه ما يحصلش اي مغالاة تحت اي ظرف للأسعار الاسترشادية الدولة بتحط كده قايمة بالأسعار الاسترشادية ما يحصلش مغالاة علشان الكل ياخد مصلحته ولا ناخدها من الأول طيب هقولك من الأول خاص المحافظين يتم التكليفهم بمتابعة السوق ويتأكدوا انه السلع كلها موجودة انه ما فيش حاجة نقصة تمام طيب ولو حصل اي حاجة المحافظين يتدخلوا بشكل فوري ولا هم الصلاحية بعد كده يتأكدوا ان الأسعار اللي مطروحة في الأسواق ما احنا الاول بنشوف زكاة السلعة موجودة ولا لأ طيب والسعر اتأكد ان السلع متوافقة مع الأسعار الاسترشادية وانه ما يحصلش مغالاة بعد كده وقف لي تصدير عدد من الحبوب اه وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية يعني المصريين أولى بيها في ظل الظروف الرهنة زي عدس مكارونا أمح دقيق فول حصة فول مجشوش وده المدة 13 شهر نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الأزمة الروسية الأوكرانية تخلص قبل 13 شهور ومش حد في الدنيا يحب الحرب يعني طيب بعد كده وقف تصدير الزيوت بأنواعها الفريق والدرة برضو 3 شهور اصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن اللي بتحددها وزارة التموين بالتحديد ويمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين اللي بتحددها الوزارة إذن المحافظين السادة المحافظين مشكورين متفضلين نقول لكم عليكم مسئولية قد كده في حماية المواطن كل في نطاق محافظته مسئولية قد كده بعد إذن حضراتكم مطلوب منكم بتوجهات رئاسية حضراتكم هتلفوا يماتي ما هو مفيش أهم دلوقتي من لقمة العيش يماتي عايز تعمل لجنة اللي مطروكة ليكا فاندم بس نرجو ما تطلعش فيه شكاوة عشان خطري مش عايزين شكاوة ليه مش عايزين شكاوة لأن الشكاوة هتسمع عندك هي هتتحل المشكلة على طول يعني هتتحل بس هتسمع عندك فأرجوكو محدش يقعد في مكتابه اليومين دول كتير انزل لف لفتك واتطمك في نطاق المحافظة قدر الإمكان ويبقى فيها عندك نوابك وعندك وكلاءك ونزي الفل أرجوكو 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 مخفضة ومحاربة الغلاء طيب أول حاجة تم تقديم موعد معرض أهلا رمضان فيبقى من يوم 15 مارس وده جديد طيب ويتم طرح كافة السلعة بتخفضة بتتراوحها من 15% أو 30% تاني 15% أو 30% أو 20% أو 7% بناء على إيه بناء على الأسعار اللي قبل الأزمة الأوكرانية يعني الأسعار اللي قبل يوم 24 فبراير من عام 2022 عشان تبقى أنت فاهم الدولة مصرة على مصلحة سيادتك طيب وعندنا 6740 منفذ دي إجمالي المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي في كافة أنحاء الجمهورية أكمل؟ نكمل 233 عربية قاعد عملها بتلف بقى وتتنقل منافس بيع متنقل لبيع السلعة الغذائية بالأسعار المخفضة وتم توفير 233 عربية بالسلعة 61 مجمع استهلاكي ومخزن وتلاج التجميد تم تطورهم علشان تبقى مستوعبة تلت وامتلت وتبقى المنتجات صالحة 100% الدواجن يتم توفيرها بأسعار مخفضة مع مين بقى؟ وزارة الزراعة اتحاد الدواجن في المنافس التابعة اليوم فحضرتك عاوز تاخد الحاجة بالسعر التمام ونعلم على التاجر الجشع ونعلمه الأدب هات من منافس وزارة الزراعة واتحاد الدواجن أرجوك لو سمحت ممكن بعد إذنك أركع لك على الأرض حضرتك علم على الجشع علم على اللصوص وبالمناسبة لازم تبلغ عنه أبلغ مين؟ جهاز حماية المستهلك بلغ أرجوك ما تسكتش خط السخن هينزل لنا حالاً أهو شكراً طه دايماً يفكر دي بالموضوع ده هننزل خط السخن دلوقتي لكن أنا أرجوك أرجوك علم على اللصوص فوراً عندك المنافسة هي بتاعته وزارة الزراعة وتحاد الدواجن هتاخد منها السعر المعقول طيب عندنا بقى زي ما كنا بنقول من شوية 21 مرحلة تم إطلاقهم من مبادرة كلنا واحد وبدأنا المرحلة 22 بإذن ربنا سبحانه وتعالى معمولة لتوفير السلع المختلفة وبأسعار مخفضة وقلنا هتوصل في بعض المنتجات لـ 60% كمان بإذن الله يعني هتيجي تقول طب يعني تبدأ من 25% لو أنت طالع لحد الـ 60% دي نسبة التخفيض وبإذن الله إطلاق المرحلة يعني 15 مارس زي كده المعرض بتاع أهلا رمضان ماشي عندنا بقى إيه تلات أنواع لحوم الخط الساخن هو على الهوى بلغ عن الجشع والمفتري واللص والحرامي اللي عاوز ياخد الفلوس من جيبك غصب افترك طب اللحمة عندنا تلات أنواع لحوم تم توفرهم بمنتهى الجودة لحمة سوداني موجود لحمة هندي موجود لحمة برازيلي موجود والأسعار كام عشان برضو محدش يشتغلك ولا يقولك مش عارف إيه وبالمناسبة الحاجات دي تليقى موجودة في المجمعات وفي العربيات اللي هم بقى 6740 منفذ و233 عربية و61 مجمع استهلاكي الأسعار من 55 ل95 ماشي طيب كله موجود من 55 ل95 اللحمة السودانية والهندي والبرازيلي ماشي الكلام طيب يعني يجي واحد أسلي بصوا بردو العبت تحت الإخوان قالها كجماعة اللحمة المستوردة بقت بمية و50 جنيه الله يلصوص يا أولاد اهي 55 ل95 علو لبلازينة مزهلين بصراحة أنا ما شفتش حاجة حقيرة للدرجة دي حقيقة أوطى من الموسع الرصيف العبت تحت الإخوان دي طب هلحنا ثلاث دقايق هلق تلاث دقايق هيا دقايق أو نص وهتبدأ سلسلة الشتيمة دلوقت على البتاعة على السوشيال ميديا ابلع السوشيال ميديا خليها لك طيب تعالوا نشوف اللي بعده يا جماعة سلايد رقم سبعة طيب نكمل في مسألة ضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء أنا أسميها دايما محاربة الموصوصية بصراحة 96.5% من إجمال الشكاوى الوردة لجهاز حماية المستهلك تم حلها خلال الـ 8 سنين اللي فاتوا علشان ما نجيش تقول الجهاز بيعمل إيه طيب وإحنا قبل كده عادنا مرة مرتين ثلاث مرات مع المهندس إيمان حسام وبالمناسبة وهنستضيف المهندس إيمان حسام تاني ونتكلم أكتر وأفضل أقول لك عايز حقك بلغ لو شفت حاجة مش عاجبك وكده كده إحنا بنوفر لك الحاجة في المنافس وفي المجمعات والعربيات واللازي منه طيب كم شكوى كانت في 2014 وده بقى بيعكس مدى وعي حضرتك المجتمع المصري والله مجتمع زكي والله مجتمع واعي والله مجتمع بيفهم زمان في أول 2014 كان 28 قول 29 ألف شكوى دلوقتي 164 ألف شكوى أي وكده خد حقك تلت ومتلت كله بالقانون وكله بالأصول وفي دولة تحميك عدد الجمعيات الأهلية اللي مرخص لها نشاط حماية المستهلك خلال الفترة اللي هي من 2014 ل2021 زمان كانوا 56 جمعية لحد سنة 2014 وصلنا ال85 جمعية طيب الحملات الموجهة لفحص الشكاوى اللي بترد من جمهور المستهلكين في الفترة من 14 ل21 زمان كان عندنا 125 حملة في 2014 سنة 21 وصلنا الكام 4148 حملة ألا يعكس ذلك وعيا لدى حضرتك فلسه إذا كان في حد من إخواتي المواطنين وأخواتي المواطنات مش مصدق أقول لك لا صدق الأرقام هي اللي بتتكلم الخط الساخن اللي احنا ده 19.5 8.8 صوروها بقى سهلة دي أبقى أنتوا دي بينا على شر حيل وجميل أهو الخط الساخن 19.5 8.8 طب الشكاوى على الواتساب هتلاقي الرقم 0.15 4.7 4.9 عايز تبعد فاكس 0.2 3.3 0.5 5.5 7.5 3 طب الموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg صوروها أنا بس بقول كده عشان تبقى أنت يعني شايف كويس واللي مش شايفني كويس يسمع وشيروها بالمناسبة بدل ما احنا بنشاير حاجات في الكلموزيا شاير الحاجات دي على تويتر وشاير الحاجات دي على فيسبوك وحط الحاجات دي فيديوز على تيكتاك وابتاء وبمناسبة دي مشاهدات انت وطيس مهم الصفحة الرسمية بتاعت الفيسبوك لجهاز حماية المستهلك موجودة طيب حضرتك عايز تقدم شكوتك باليد بإيدك كده تروح روح المقر الرئيسي للجهاز وفروعه المنتشرة بالمحفظات أهلا وسهلا ويا مرحب ومرحب تعال نشوف اللي بعده تماني قربنا نخلصه طيب شوف بقى المشروعات اللي عملتها الدولة علشان تسيطر على الأسعار وتخفف من أثار الاضطرابات بتاعة الأسواق العالمية وبالمناسبة دي حاجة مهمة قوي قوي يعني زي ممكن تقولكم بارح الدولة بتشجع الاستثمار الخاص اه بتشجع الاستثمار الخاص الرئيس بنفسه قالها مرارا وتكرارا أهلا وسهلا بالمستثمرين بس احنا عايزين استثمار وطني مش هسميها لك بالتعبير الناصري الستيناتي بتاع رأس الملاية وطني بس استثمار يبقى عاوز يكسب من غير ما يدبح الناس واشرف في دمها الناس اللي بتحب تستثمر وهي بتدبح الناس وتشرف في دمها بيزعل قوي لما يلاقي الدولة بتشتغل يقول لك مش معقول دولة تخش في كل حق يا جماعة الدولة بتخش عشان تحمل مواطن مش عشان تنفسك طيب الصوب الزراعية على سبيل واخد بالك الدولة بتخش في مشروعات استراتيجية ضخمة مهمة انت حتى كمستثمر مش هتعرف تخش فيها تقيل عليك وبالتجربة هو انتوا ما بتحبوش تخش في القصة دي هبقوا انتوا الحالات اللي هي ايه في السريع اخطف ويجري مش عايز حد يزعل يعني بس الاغلب صالح البلد يا مشروع الصوب الزراعية على مساحة مئة الف فدان اكبر مشروع في الصوب الزراعية في الشرق الاوسط بالكامل بيتم تنفيذ المشروع على تلت مراحل فين قاعدة محمد نجيب في مطروح العاشم من رمضان محافظة شرقية قرية الامل ومنطقة ابو سلطان في الاسماعيلية الفشن بني سويف اللهون في الفيوم العدوى في المينيا ايه ده ست اماكن بنعمل فيها مشروعات الصوب المئة الف فدان يا السلام طيب تعالنا نشوف مشروع الدلتة الجديدة مساحات مزروعة مساحة الزراعية المصرية بتتضاعف خلال السنين اللي فاتت هتلاقي احنا عندنا 568 الف فدان مهيئة للزراعة منها 200 الف فدان تم زراعتهم بالفعل تقريبا 45 في المية 2.8 من 10 مليون فدان ده اجمالي مساحة مشروع الدلتة الجديدة يعني اظن اد الدلتة القديمة تقريبا ابرز المحاصيل بص هنا بقى ازاي الدولة بتوجه المسألة بتاعت الزراعة علشان خاطر مصلحة المجتمع ابرز المحاصيل دورة امح وطبعا المزروعات المتعلقة بالسكر زي بنجر السكر وخلافه وطبعا الخضروات طيب تعالوا نروح على سينة سينة الوحدها 239 الف فدان مساحة مزروعة كويس ده على الوقت الارض مزروعة يعني فيه 239 الف فدان اتزرعوا في سينة طب اجمالي المشروع قد ايه مليون وميت الف فدان اجمالي مشروع تنمية سينة تعالوا نروح على الريف المصري الريف المصري انا الحقيقة اتشرفت ده انا يعني رحت شفته هو مزروعة رحت شفته وهو مزروعة والمباني بتاعة المزارعين والما اماكن بتاعة الموظف كل حاجة كل حاجة دور العبادة خد بالك عندنا واحد ونص مليون فدان اجمالي مساحة مشروع الريف المصري منهم 140 الف فدان اجمالي المساحة اللي تم زراعتها و193 الف فدان تحت التنفيذ انشطة بقى مختلفة فيها استزراع سمك فيها ثروة حيوانية فيها انتاج داجيني وفيها تصنيع زراعي وهلما جرة تعالى على شرق العوينات 600 الف فدان دول اجمالي مساحة المشروع منهم 244 ونص الف فدان تمت زراعته المحاصيل اللي تمت زراعتها حتى اللحظة قمح درة بطاطس وفول سوداني اجمع الاجمالي ده ادي كده 3 4 و3 من 10 4 و3 من 10 4 ونص يبقى 4 مليون 540 4 5 مليون فدان من 2014 حتى هذه اللحظة ممكن حضرتك تقول لي قبل 2014 سؤال الحلقة المساحة المزروعة في مصر مساحة الرقعة الزراعية المصرية سنة 2013 بلاش 2014 كانت كام اللي احنا شايفينه قدامنا 5 مليون فدان يضافوا الى المساحة الزراعية المصرية سلايد رقم 9 طيب ابرز مشروعات الدولة ايضا للسيطرة على الاسعار وتخفيف اثار اضطرابات السوق مشروعات الاستزراع السمت ودي مشروعات حلوة جدا قوي خالص واحدة واحدة اهم مشروعات الاستزراع واحد استزراع سمكي متكامل مزارع غليون من اكبر مشروعات الاستزراع السمكي بالشرق الاوسط اتنين مشروع الفيروز للاستزراع السمكي غليون ده موجود في كل حتة من ادخن حد حضرتك بتشتري منه اغلى كيلو سمك للناس اللي على قد الحال حاجة غليون موجودة في كل مكان وحلوة حلوة حلوة يعني بتاكل منها اه باكل منها ومستمتع مرتين في الاسبوع الال مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ده فيه ايه بقى خمس تلافة سعمية وسبعة حوض تم تنفذها تم تنفذها مشروع الديبة للاستزراع السمكي بيتضمن اتنين وسبعين حوض طيب مشروع الاستزراع السمكي بتاع هيئة قناة السويس 4000 حوض خلصنا اسمك ماشي ده من وسب استزراع السمكي دي شملة كل شيء يعني حاجات كتير منها جنباري وما إلى ذلك وانواع مختلفة من الاسمك مشروعات التطوير بتاعت الثروة الداجين اكتر من 100 مليار جنيه حجم الاستثمار الداجيني اعتماد المنظمة العالمية للصحة منشأة باعتبارهم منشآت خالية من امفلوانزة الطيور مش اي حاجة والسلام يعني 22 موقع تم استثمارهم تخصصهم اسف الاستثمار الداجيني خط انتاج لقاحات الدواجن في معهد العباسية عشان يزيد الانتاج بتاعه من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة الشغل هنا هو شغل على رأي الجماعة الأجانب فول فلاجد بروجيكت احنا بنعمل المشروع متكامل مش بنتج وخلاص طب وكل المستلزمات اهي تعال نشوف بقى الانتاج الحيواني مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان 826 مركز لتجميع لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية 189 مركز تم الانتاء من تطورهم 6 مليون طن انتاج ألبان وبإذن الله هتزيد طيب الناس اللي بتشتغل في ده اخوانا المزارعين عملين لهم مبادرة البنك المركزي 5% المشروع القومي اللي بتيله 40 ألف مستفيد من هذا المشروع بعدد 450 ألف رأس ما شيء القروض 6.5 مليار اللي هي مبادرة المركزي بعده 5% بس اللي بعده قربنا نخلص يا عبد الله عشرة طيب الرؤية الدولية لتأمين مصر للمخزون من السلع الاستراتيجية الرؤية الدولية إذن الآخر يتحدث عنك الناس اللي برة بتقول علينا إيه إحنا شطار إحنا مش شطار إحنا نص نص وحدة وحدة هم بيقولوا تحسن وضع مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي إحنا في 2014 66 بعد كده بقينا 62 إذن ده كان الترتيب بتاعنا تقدمنا أربع مراكز من 2014 ل2021 طيب المشروعات الفرعية 33 أو 30 فصل 8 نقطة تقدمناها وال31 نقطة تقدمتها مصر في مؤشر القدرة على تحمل تكليف الغذاء إحنا كنا 35 و7 من 10 بقينا 66 ونص في 21 طيب تعالي نكمل تقدمت مصر في توافر الغذاء يعني إحنا هنا الأول تحمل التكليف ده وقت التوافر إحنا كنا زمان 59 و6 من 10 بقينا 60 فزدنا فصل 4 من 10 نقطة طيب تقدم مصر في جودة وسلامة الغذاء كنا 55 و1 من 10 بقينا 67 من 10 يعني تقدمنا 5 فصل 6 الإيقانوميست لن دايما نقولك أكبر مجلة اقتصادية في العالم بتقول وضعت الدولة المصرية موضوع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها مع الزيادة الكبيرة بأعداد السكان يعني الإيقانوميست هي كمان بتقول أنه عندنا زيادة كبيرة في وصفهم نصا مصطلحا زيادة كبيرة في أعداد السكان وبالرغم من كده وضعت الدولة المصرية موضوع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها للي يجي يقولك الدولة مش مركزة مع الغلابة الدولة مش فارق معاها أكل الغلابة طبعا هما مهتمين بالأغنية اللي بيعرفوا يجيبوا القتل الغالي لكن الغلابة هيعملوا إيه ده كلام الإيقانوميست بيقول عكس كده خالص بيقولك مصر حط في أولوياتها توفير الغذاء صندوق النقد الدولي بيقول استثمرت الدولة المصرية في تحديث الزراعة المحلية وتوطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي وقد تجلت هذه الجهود في توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقرارا وبأسعار مخفضة كل المنافذ اللي اتفتحت كل العربيات اللي انت بتشوفها هو ده اللي بيتكلم عليه صندوق النقد الدولي أصبح فيه استقرار في توفير السلع وخفض في الأسعار المانتر بتقول تنفذ الدولة المصرية مشروعا ضخما واخد بالك من كلمة ضخما ما قالتش كبيرا ما قالتش متوسطا ما قالتش صغيرا ما قالتش محدودا ضخما تنفذ الدولة المصرية مشروعا ضخما يستهدف زراعة أكتر من مليون فدان في خطوة تعزز الأمن الغذائي لأكبر من حيث أعداد السكان وتسعى لتوفير المنتجات عالية الجودة مش أي حاجة والسلام مصر ما بقيتش بتعمل زي زمان للأسف كان فيه أنماط من الحكم مش اللي نفسنا فيها الأمر الله من قبل ومن بعد لكن دلوقتي مصر عايزة جودة عالية بأسعار مناسبة ده اللي بتعمله مصر وده اللي بتتكلم عنه المونيتر أخيرا سلايد رقم 11 مدى توافر الغذاء بمؤشر الأمن الغذائي سنة 2021 ترتيب الدول بالمؤشر في عندنا الأزرق زي كندا كده مثلا واللوات المتحدة الأمريكية دي ترتيبها بيبقى من 21 ل28 فتلاقي مثلا كندا وأمريكا وألمانيا وفرنسا إنجلترا كلام من ده طيب طيب تعالي على اللبني اللي هو من ترتيبها يعني دي اللي هي مؤشر الأمن الغذائي من 29 ل56 يعني المرتبة التانية بقى طيب الدول دي سقف العالم دي العالم الجام دي قوي خالص طيب تحتهم على طول لبني مصر أهي أهي يا جمال مصر حاجة جميلة جدا فيه ستاتيك إلكتريستي كده وانت بتمشي بالبيت أنا هنا طيب الترتيب اللي هو المؤشر اللي هو من 29 ل56 هتلاقي فيها مصر وهتلاقي فيها الجزائر على سبيل المثال هتلاقي فيها المكسيك هتلاقي فيها الأرجنتين هتلاقي فيها روسيا الهند أستراليا يعني إحنا زي أستراليا كده في الأمن الغذائي شبهنا يعني تاني ده مش كلام نحن ده كلام المؤسسات بتاعت بلد برة هم اللي بيقولوا إن إحنا مصر زي الجزائر زي أسبانيا زي أستراليا زي روسيا يا حلاوة غير كده بتيجي اللون الأصفر ده ترتيبه من 57 ل84 بعد كده 8513 ده اللون الأحمر في بعض الدول ليس لديها أو ليس لدى المنظمات الدولية بيانات حولها منها جرين لاند على سبيل المثال على كل المصدر هنا إيه بقى الخريطة اللي حضرتك شايفها دي منشورة فين في المصر اليوم أو في الشروع أو في الأهرام أو في الأخبار أو في روزال يوسف لا يا فهم مع كل تقديري واحترامي وثقتي في كل منشورتنا ومطبوعاتنا وصحافتنا المصري ولا أنا واثق أنها أكيد بتنشر كلام زي الفل بس تخيل اللي كانت اللي منشور ده الجماعة بتقول الإيقانة مستبرده اللي هم أكبر مجلة اقتصادية على مستوى العالم هي اللي بتقول أن مصر زيها زي أستراليا هي اللي بتقول أن مصر زيها زي روسيا هي اللي بتقول أن مصر زيها زي أسبانيا في إيه فمؤشر الأمن الغزائي لسنة 21 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاصل ونكمل الكلام طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية فقرة اللي فاتت دي أنا أحب وأتمنى وأرجو مش لي أنا خالص حضراتكم تقدروا تقطعوا منها وارمي بقى على التيك توك بقى كده وهيص ليه؟ أولا أنت مستفيد بالأكاونت بتاعك على التيك توك هو اللي هيستفيد أنا مش أخد حاجة حضرتك هتساهم في نشر وعي بس كده ده لو حبيت تستخدم السوشل ميديا استخدام جيد بس هي المسألة برحتك تعالي نروح لفقرتنا دلوقتي الهلال الأحمر المصري بيقوم ندور عظيم بالمناسبة وأنا هنا أرجع بزهني بضع شهور في ماضن قريب وليس بالبعيد على رأي دكتور طه حسين فأسوان ونواف شفت قدامي عرضيات الهلال الأحمر وهي قاعدة عمالة بتشتغل لإغاثة أهلينا في أسوان في الفترة بتاعت السيول إن كنتم حضر لكم تتذكروا لما رحنا وصورنا واشتغلنا هناك في أول فريق إغاثة من الهلال الأحمر طالع على رومانيا الهلال الأحمر المصري يقوم بكل الجهود الممكنة قدر الاستطاعة لخدمة لاجئي الحرب ومنكو بيها في ظل هذه الأزمة خلونا نرحب بشدة بضفنا العزيز دكتور رامي الناظر مدير جمعية الهلال الأحمر المصري من نوارنا أهلا وسهلا وسهلا إزاي الصحة وبالتالي أجدد شكر لكم على جهدكم في أسوان بصراحة أنا كنت مبسوط جدا واجم وطني علينا يا ربي خليك احكي لي حكاية ما تقومون به في رومانيا وإغاثة المنكوبين والناجئين من جراءة الأزمة بوصف فنم إحنا طبعا جماعة الهلال الأحمر المصري ده جزء من إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الدولة وإحنا طبعا في توجيه في خلية لإدارة الأزمة والكرسى بتاعة الأزمة الروسية في مجلس الوزراء والهلال الأحمر المصري ممثل فيها طبعا طبعا لتوجيهات القيادة السياسية نحو مساعدة المصريين العلاقين في أوكرانيا ودول الجوار هنقول إن الخطة دي هات الخطة رقم 3 عندنا خطة رقم 1 كانت في مصر عندنا خطة رقم 2 كانت في دول الجوار عندنا خطة رقم 3 داخل أوكران طيب نتكلم بقى عن الخطة اللي حضرتك ذكرتها اللي هي رقم 2 بشأن دول الجوار عندنا رومانيا وعندنا المجر وعندنا بولانتا دي الدول اللي المصريين بدأوا يخرجوا فيها من على الحدود وبدأوا يخشوا على الدول الأوروبية كانت الخطة اللي تصدقت عليها من مجلس الوزراء أن الهلال الأحمر المصري يصفر فرق إغاثة دولية تخش دول الجوار عندنا فريق في رومانيا بقاله 5 تيام عندنا فريق في بولندا بقاله دلوقتي 48 ساعة والفريق الثالث بيجهز عشان يتحرك في المجر الفريق ده عنده مهمة واضحة وصريحة قال وهي وزيادة الكفاءة لعمليات الإغاثة الدولية الخاصة بالمصريين في دول الجوار الفريق وصل من 4 تيام بدأ يمارس مهام العمل بتاعته ووصل مع الصفارة المصرية وتواصل مع الصليب الأحمر الروماني لأن احنا طبعا عندنا فيه بروتوكولات في العمل في الدول في العالم كلها إن ما ينفعش هلال أو صليب يخش دولة إلا بما ياخد الإزم من الصليب اللي موجود في الدولة عملنا عمليات تنسيق طبعا كبيرة جدا على مدار من أول ما بتدت الأزمة مع الصليب الأحمر الروماني الصليب الأحمر البولندي الصليب الأحمر المجل الاتحاد الدولي لجماعيات الهلال والصليب وأخيراً اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللي هي معنية أصلاً بالأزمات والحروب في دولة أوكرانيا والصليب الأحمر الأوكرانيا تنسيقات دي كلها حصلت على مدار إسبوع كامل من الأزمة ناحية إن احنا بنقول للناس دي إحنا دخلين إن احنا محتاجين إن احنا نتواجد وناخد الشرعية القانونية لأن احنا خلي بالك إن احنا دلوقتي بنقول إن احنا بنقبريت أو بنشتغل في دولة أجنبية ففي هنا غطاء قانوني الدولة المصرية بتستخدم الجمعية في هذه الظروف طيب الفريق دو تنجح إن هو يوصل على الحدود عندنا كذا معبر في رومانيا أهم معبر هو معبر سيرت الفريق دخل بدأ يحط مركز الإغاثة الدولي بتاعته حط عليه عالم مصر حط عليه عالم جمعية الأحمر المصري جاهزوا تجهيز كامل عشان يبقى مركز إغاثة ومركز طبي مركز اتصالات ومركز لتسهيل عمليات النقل للمصريين من المعبر إلى داخل دولة بخارست إلى داخل مدينة بخارست عشان نقدر بعد كده نرجعهم مصر الفريق بدأ برضو مهمة تانية وهي لإكتزاب المتطوعين المصريين اللي موجودين في رومانيا ودي ابتدينا فيها منذ أكثر من أسبوع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاستمارات قدرنا نجيب متطوعين بعد ما جيبنا متطوعين قمنا بعملية تدريبهم مرناهم أونلاين ومرناهم فيزيكالي لما نزلنا على دورة رومانيا فبقى عندنا دلوقتي خمس متطوعين واثنين موظفين نسميهم فريق الإغاثة الدولية دي غرفة الأزمات والكوارث ديت في مطار ورسو بولندا الفريق المصري نجح أنه هو ينقل 42 شخص دوت المركز الصورة اللي فاتت دي هو مركز الإغاثة في دولة رومانيا على الحدود دوت المصريين في دولة ورسو ده الأوتوبيز بتاع الهلال ده رومانيا ده الفريق المصري ده في مدينة ورسو لا ده على الحدود حدود الرومانية الأوكرانية عظيم ده دخل الطيارة ده الفريق الأولاني اللي راح في الأول جاب مية حاجة وخمسين طالب ده في السفارة المصرية في رومانيا ده مركز الأزمات والكوارث الخاص بهلال الأحمر المصري في جمهورية مصر العربية اللي بيتابع العملية كلها الدولية حلوة قوي كمل كمل يا دكتور داني سعيد تمام عندنا فيه جزء كبير جدا نعمل حاجة اسمها ريموت مانجمنت يعني ريموت مانجمنت يعني احنا بندير العملية لغاية الدولية دي من مصر من خلال ان احنا متابعين كل مواقع التواصل الابتماعي كل الجروبس بتاعت الواتساب كل الجروب بتاعت التليجرام كل الناس اللي هي موجودة على كل الجروبس دي احنا بنتدخل معها وبنتفاعل وبناخد بلغات الاستغاثة وبنعمل مكالمات دولية وبنوصل الناس ببعض جزء مبير برضو من عمل المركز ده هو يعادة الرابط الأسرية يعني الناس اللي بتوصل على الحدود بخده تقريبا ممكن 3 ايام في الطريق فيه اللي مش نام كويس فيه اللي مكلش كويس طبعا عملية صعبة جدا اول ما بيوصل للحدود بيبقى حاس ان هو يعني خلاص بدأ ياخد نفسه لما يبدأ يقابل بقى مركز ويلاء مصر وصلته لحد الحدود فدي حاجة جميلة جدا ان هو خلاص يعني انا كنت فاكر ان مصر حوصلها للمجل القاهرة هواج بلدي في المحافظة بتاعتي لا بس احنا هنا بداية الخدمات بتبتدي من اول الحدود بالاضافة طبعا الى توجيه الناس والتعامل مع الصلبان في المنطقة دي كلها وعملية التنصيق لو جالنا اي طلب او اي ريكوست ناحية ان فيه حد مفقود حد تايا حد مش عارف يوصل لاهله حد مريض حد 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 على حسد منقدر احنا بقى طبعا نتواصل واللم ريكوستات دي كلها ومنقدر ان احنا نشتغل عليها وتتواصل مع بعض كجمعيات اغاثية يعني مثلا افترضنا انه جالك حد مثلا بولندي كان موجود في اوكرانيا فانت تتعامل على طول وتتواصل مع الصليب الاحمر البولندي ان احنا جالنا مواطن بولندي كذا كذا او العكس بقى في هذه الحال رح لهم حد مصري فهم يتواصلوا معاك وها كذا بالضبط كذا وهي دي كتعملية التنصيق اللي احنا ابتدناها من اول مبتدة الازمة با احنا كده فيها عندنا تنصيقات حصلت على مستوى الصلبان في المنطقة بسرعة جدا عرفنا نقاط الاتصال كتبنا طلباتنا بشكل رسمي وواضح وصريح احنا محتاجين ايه يبقى بقى نزول الفريق على الارض ودي تعتبر مهمة تاريخية في جمعية لا الاحمر المصري ان يقدر الفريق الاغاسة اللي تم تدريبه على مدار ثلاث سنين ان هو يقدر ينزل في ظروف صعبة في بلد غريبة درجة حرارة تحت الصفر ان هو يتفعل بسرعة ويقدر يجذب متطوعين ويمرنهم ويقدر ان هو يشغل المركز المركز يشتغل يقدر نقول مبارح بالليل على مدار 24 ساعة ومركز يجهز بالأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية واعادة ربط الاسرية وفيه التليفونات كل ده بقى جاهز يقدر بقى ان هو يستقبل المصريين احنا متوقعين طبعا احنا كده موجودين على الحدود الرومانية على الحدود الرومانية الاوكرانية اه طبعا تمام المركز التالي ان شاء الله هيتم تفعيله قريب في الحدود البولندية الاوكرانية بس احنا بنأوبريت من وارسو يعني فيه متطوع وفيه موديل العمليات موجود في وارسو تلوقتي بيأوبريت لان المصريين بيوصلوا لحد وارسو وبعد كده يبدأوا بقى يتحركوا يرجعوا الى مصر او على حسب بقى اللي فيه مواطنين اصلا معاهم تشينجن فبيقدر ان هو يكمل في اوروبا اهم حاجة ان احنا لازم نستقبلهم ونقوم على تزليل الصعوبات لهم بالاضافة بقى لعمليات الدعم النفس الاولي خلي بالك برضو الناس تعرضت لخوف رهيب داخل اوكراديا منطقة حرب طبعا دواء انفجارات طول الوقت وضع طبعا صعب فطبعا كونه ان هو يقابل الفريق المصري اللي بيقدر ان هو يعالجه بالشكل السليم هو هنا بتدخل بقى عمليات الدعم النفس الاولي ويقدر ان هو يلبي له جزء او نقول كتير من طلباته دي في حد ذاتها طبعا جزء من توجه القادة هنا ناحية انفنة المصريين ده بالنسبالي على رأي الجماعة الاجانة بيلاك ميوزيك تو ما ييرز احنا عندنا فريق قاعد يتضرب ثلاث سنين تحسبا واحتياطا الى انه قد يرسل في مهمة شديدة الخطورة زي دي ده شيء رائع السؤال بقى ايه نوعية التدريب يعني بتضربوا الفريق على الايه على انه مثلا يذهب في مهمات اغاثية في مناطق حروب ولا في مناطق كوارث طبعي يعني اشرح لي معلش انا مبسوط اصلي بصراحة الفريق ده حضرتك شفت جزء منه لما كنت في اسوان ولقيت الناس ده اخلا بعربات الدفع الرباعي ايه في منطقة صعبة في استجابة سريعة ده حضرتك شفت الصبح انما كان بالليل كان فيه فريق على الارض بيقدم عمليات الاغاسة الانسانية طيب الفريق ده بيتم تدريبه على مجموعة وعلى مراحل داخل مصر وخارج مصر بالاتفاق وطبعا وبالتعامل مع الاتحاد دول الجماعيات الليل والصري بيتمارا على الإسعافات الأولية الخروج الآمن ازاي يقدر يحمي نفسه ازاي يقدر يجهز المهمات بتاعته بسرعة كل فريق طالع بشنطة اغاثية يقدر انه يعيش في وقت صعب توييد صعب حتى الميا لو حتى فيه مشكلة في الميا ازاي يقدر يفلتر الميا ويشربها بالشكل السليم ازاي يقدر يتعامل في مجتمع صعب او مش نقول مجتمع صعب مجتمع غريب كلشرة مختلفة مش كلشرة بتاعتنا خصوصا ان انت مش في العاصمة ده انت على الحدود يعني برضو الحدود بيبقى كلشرة مختلف زي عندنا في مصر ويقدر ان هو يجذب فرق من المتطوعين ويشغلهم ويعلمهم بسرعة في خلال 48 ساعة عندنا خمس متطوعين تلاتة مصريين واثنين بولنديين او اتنين قصد ايسف رومانيين ادر ان هو بسرعة يجذبهم ويعلمهم يعلمهم بقى المبادئ الاساسية الخاصة بالهلال الاحمر او بالصليب على حسب الدولة الموجود فيها بيتمرانوا على الدخول الامن بيتمرن ازاي يقدر يجذب متطوعين الاسعافات الاولية ازاي يقدر يعمل في منطقة حرب او منطقة صعبة ازاي يقدر برضو ان هو يتعامل مع مختلف الجنسيات كل دوت بيعد يتمرن عليها اقامت بقى المخيمات والاختيار الامسل للمكان المناسب مدة التدريب دي بتبقى مدتها اد ايه بصفان دي بتبقى مدة متقطعة بتبقى دورات تدريبية يعني ازاي بيقدر يتمرن على الدعم النفسي الاولي دي بتبقى دورة صغيرة بعدين الدورة الاسعافات الاولية في اسعافات اولية بيزيك وفي ادفانسد الخروج الامن السيفتي والسيكوريتي كل دوت مجموعة من التدريبات قراءة الخرائط بشكل سليم ازاي يقدر يحدد المناطق اللي هو يقدر يقعد فيها او ينصب فيها المخيم دي بتبقى تدريبات بقى مثلا في معسكرات مغلقة ولا بتبقى دي بصفان دي تدريبات تعالمية بتتبع نقدر نقول برنامج تدريبي تابع لحاجة اسمها سنداي فريمورك التدريبات دي بتتم فيه تدريبات بتتعمل على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيه تدريبات بتتعمل في اوروبا تدريبات كتيرا مختلفة ولو فلان الفلاني يمكن ده هتبقى اخر حاجة اسأل فيها فلان الفلاني عاوز يتطوع معاكم ايه الاشتراطات السن ايه كل موصفات بصفان دي احنا عندنا التطوع بيفتح اول ثلاث شهور من السنة بعدنا فيه استمارة بيقدر ان هو يخش على اللينك بتاع الجمعية سواء كان على الموقع الالكتروني او على الفيسبوك يقدر يقدم عليها وبعد كده بيبقى عندنا مثلا بنطلب من 16 ل 35 هادي الفترة تريد من بيبقى المتطوعين بيقدر يقدروا الفئة العمرية بس فيه سعب بنفتح لفئة عمرية اعلى لو احنا عندنا احتياج لتخصصات معينة بيبدأ المتطوع يقدم عندنا مجالات كتيرة بيبدأ يختار المجال اللي هو عايزه بنعمله اندكشن كورس بنعرفه ايه واجباته وايه مسئولياته بعد كده بيمضي على مدونة السلوك بعد كده بندقله في المجال اللي هو محتاجه هل محتاج ان هو يشتغل مع ادارة التطوع محتاج يشتغل مع ادارة الكوارث محتاج يشتغل في ادارة الاسعافات الاولية محتاج يشتغل في غرفة العمليات على حسب بقى هو رؤيته بياخد يعني دورة تعريفية لكل الادارات دي بعد كده هو بيختار الشكل اللي هو محتاج ان هو يخش فيه دكتور رامي انا سعيد وفخور وفرحان جدا 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 بكلنا سمعته بطبيعة الحال بجمعات الهلال الاحمر المصري اللي انتو بتقوموا بيه ده فعلا مهم اكتر من عظيمة سؤال اللي بتقام بيها في مصر زي ما كنا بنتكلم في اسوان او اللي بتقام بيها على الحدود الرومانية الاوكرانية ويعني اظن اللي جاي هيبقى على الحدود البولندية كمان بس احنا بن اوبريت جوة بولندا دلوقتي نتمنى لكم كل التوفيق وربنا يحفظ اصدقائنا وزملائنا ومتطوعينا اللي موجودين هناك وتتم المهمة باذن الله على اكمل وجه والكل باذن الله يرجع لنا بالسلامة اشكرك جدا 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 كل الشكر لدكتور رامي النظر مدير جامعية الهلال الاحمر المصري انا اقولك تطوع وروح وقدم وقديك عرفت الاشتراطات وعرفت الموعيد وعرفت السن وكل الكلام انا اقولك قدم وانت كسبان فاصل ونرجع نكمل الكلام مع ضفنا العزيز فقهنا المفضل فضيلة الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر ينورنا بعد الفاصل هو مش قرار الازهر هو قرار ده من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام وحق الكد والسعاية هو الاسرة ده عام المشترك ما بين الزوج والزوجة حق الكد والسعاية المرأة ده حق واجب شرع طبعا مطفول لها وكفاله الدين والدستور ويردي بقى شيء مقنن ما يبقى شيء كلام كده وخلاص كلام عابر انا بقيد فضيلة الشيخ الازهر في كل ما يقول به لانه للأسف الشديد المرأة في مصر حقها مهضوم سواء في مؤخر صداء ما بيردوش يكتبه مؤخر كبير عشان المأزوم ما ياخدش مبالغ كبيرة معانا ده حقها حق السعاية اللي طرح في الفترة الاخيرة ده هو ما هوش حاجة جديدة احنا بنتكلم فيها هو موجود بس الفكرة فكرة ان ما كانش حد بيفكر فيه لان احنا مش شون عرف يعني العرف في المجتمع المصري ان الست تتجوز تطبخ وتكنس وتربع ياله وفي الاخر ممكن جزء هروح تتجوز عليها انما احنا لو انا هنتكلم بما يرد اللي هو بالعدل اه طبعا يطبق ويتم الاتفاق عليه ويتم النص عليه من الاول وزي ما الراجل له حقق السيطة كمان لا حقق هو اصلا اصلا الزمة المالية للمرأة لابد انها يكون منفصل وده تبقى للشريعة الاسلامية او تبقى للدين الاسلامي لابد انها يكون منفصل واذا كانت المرأة بتساعد في حاجة في البيت فده مسألة اختيارية مسألة اختيارية ترجع لها هي ولكن لا تفرض عليها اسمح بيها لانها يديرها من حول المرأة حول المرأة عشان لو مسألة بحثة في خلاف بين الزوجة او زوجة تمام؟ لها الشرط معينة لان ايه كمسأل كعيرة او كمارة او اي حاجة لك الشرط بتاعتها فده لها نظام معينة لها لا معا طبعا لازم المرأة طبعا لازم كل حد بقى لي الزمة المالية بتاعته لانها ما تبقاش هي بتشتغل وبتجيب فلوس وفي الاخر حد ياخدها منها لا مش هقولها تصرفها فين واني تيجي منها نخلصها اصني هي ايها شغالة طبعا هي ايها شغالة فلوسها حقها انا مش حاجة هقولها تصرفي فلوسك في ايه وبعدين طبعا انا متجوز انا اللي مسؤول عن البيت حقها ان هي تشتغل ويبقى عندها دخل مستقل بس ياريد ده ما يخليهاش هي اتعامل الراجل من منطلق ان احنا الاتنين رأس براس ودي عيل تاني من اخونا المواطن الاخير قال ما خليش داي يدي لها احساس ان من حقها تعمل الراجل وكأنها هي رأس براس ملأ هي مواطن درجة تانية مثلا حد قالك انها مخلوق ادنى على كل خلونا نرحب وبشدة بضفنا العزيز فقهنا المفضل فضيلة الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر منورنا مولانا بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وانا معك في التعقيب على التقرير في اخره يعني الست زي زي الراجل بالزبط رأس برأس قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال صدق رسول الله صدق رسول الله عليه السلام والسلام طيب بما ان احنا كنا بنفرج من شوية على هذا او دلوقتي يعني على هذا التقرير في حق الكد والسعاية والزمم المالية هل من حق المرأة ان تنفصل بذمتها المالية عن الزوج بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا هذا النص وغيره من النصوص بيدل على استقلالية المرأة في التشريع الاسلامي من الناحية المالية يا سيد الكريم ده حتى اذا اخذت المهر المهر اصلا ليس لا للأب ولا للأخ كما في بعض الدول لان ربنا سبحانه وتعالى قال عن الصداق او المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحن يعني عطية وتكريم فالمرأة اذا بلغت سن الرشد مثلها مثل الرجل خلي بالك عندنا البلوغ ده تكليف العبادات الرشد بعد البلوغ ده حسن التصرف في ادارة الاموال او المعاملات المالية لقول الله تعالى في صورة النساء فان انستم منهن من الوليتام يعني رشدا فادفعوا اليهم اموالهم او كل محبور عليه يعني يمنع من التصرف في مال حتى يبلغ سن الرشد هو يقدر للانسة بثمانية عشر عاما وللذكر بواحد وعشرين عام وسبحان الله المرأة بترشد قبل الرجل قبل الرجل حتى لا يكون في ظلم يعني المرأة يعني حتى في العبادات مثلا هي بتتعطل عن اداء الصيام والصلاة اثناء الحد والنفاس لو احصيت مدة ما تتوقف فيها تجد ان المدة تقريبية لانها بترشد قبل الرجل 18 سنة والرجل 21 سنة فنيجي بقى حضرتك اولا الاسلام يكاد ينفرد بين الشرائع سواء التي كانت قبله سواء التي كانت منسوبة الى السماء او وضعية من البشر حتى سبقت ان بعض او كثير اقصد او معظم النظم المعاصرة انه جعل يعني الاسلام للمرأة الذمة المالية المستقلة يعني بمعنى ايه حضرتك او يسيب به يعني لها ان تبيع وان تشتري وان تتاجر وان 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 تتصرف في حدود الاحكام الشرعي ولا دخل للرجل مطلقا سواء كان زوج سواء كان اب سواء كان اخ الى اخره في زمتها المالية لها الاستقلالية كاملة ما يجيش بقى يقول لها لا انت مراتي بقى الفلوس تتحط معي لا 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 ابدا انت بنتي فتدفعي لي المبلغ الممنوع قولا واحدا وهذه اعراف في بعض البيئات فاسدة تصادم النصوص الشرعية وما استقر عليه العمل في عهد النبي صلى واصحابه ان المرأة كانت ولا تزال وستظل باذن الله في ظلال الاسلام لها الذمة المالية المستقلة يعني شوف حضرتك مثلا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها كانت تتاجر وكانت صاحبة اموال سواء قبل الزواج او اثناء الزواج او بعد الزواج لكن ما اخذ النبي اموالها لما دخلت عفوا زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فينال الاوطار للشوكاني وبعدين قلت له يا رسول الله عليه السلام ان عبد الله يزعم انه اولى بصدقة مالي قال لها نعم ولك اجر وصلة يبين عبد الله بن مسعود لم يصادر مال زوجته ولما تصدقت اه نعم وقال لك اجر يعني اجر الصدقة وصلة يعني صلة الرحم لانه هو فقير وهي غنية خلي بالك هنا الزوج غنية لكن تحتفظ باموالها والزوج هنا لو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقير ولكن لم يصادر او لم يصطو على اموالها هذا هو صحيح الاسلام اما اذا وجدت بيئات او بعض الثقافات او بعض الافكار الاحدية لا يحسب على الاسلام لا من قريب ولا من بحلو انا عايزة استأذن هروح لفاصل ونرجع بعض الفاصل هسأل وما حكم الاجبار فان اجبر الزوج زوجته على انها تدفع له مثلا اربحها او مهيتها او 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 كذا الحال في حال الاب او في حال الاخ الى اخيره ان يجبر الفتاة او السيدة على انها تدي له فلوسها عرقها وشاءها زي ما بيتقال فاصل ونكمل الكلام اهلا بحضراتكم مرة تانية كل الترحيب بضفنا العزيز مولانا فضيلة الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازر وكنا بنسأل مولانا وما هو حكم الاجبار ان اجبر الاب ابنته او الاخ اخته او الزوج زوجته على انه تدي له الفلوس اللي هي بتكسبها او ورسها شوف سيدنا الكريم النص القرآني واضح وضوح الشمس في عالية النهار ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذا الاجبار باطل ادي اية لسه بقى في حديث ماشي قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس يا ما كان في جيل الصحابة صحبيات نساء من اصحاب الاموال والثروة ولكن الصحابة وآل البيت رضي الله عن الجميع عارفوا قواعد الاسلام كان الراجل شوف اموال زوجته لنفسها دون ان يتدخل فيها ولا يجبرها على انها حتى تسايم في مصروف البيت اطلاق لكن كانت طواعية يعني شوف ستنا خديجة عليها رضوان الله ام المؤمنين الكبرى والاولى فشوف ستنا خديجة الرسول لما يسنى عليها انها كانت تفعل طواعية يؤمي وليه صلى الله عليه وسلم والله ما ابدلني الله خيرا منها صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد هنا حط خط او مليون خط تحت وواستني بمالها يبقى دل ذلك على ان السيدة خديجة عليها رضوان الله كانت تواسي عن طيب خاطر عن طيب ايه خاطر عن طيب خاطر خدت بال حضرتك برضاها نعم وبحب طبعا انما حضرتك عراف بيئية او ثقافات وافدة على طبيعة الشعب المصري على وجه الخصوص بتنال من استقلالية زمة المرأة مرفوض ذلك شكلا ومعطوها طيب ماذا لو زين لها من الاخر كده لفوا دار وفهمها اي كلام في الاي كلام حتى يأخذ هذه الابوال شوف يا سيدنا هنحتكم تاني للقرآن الكريم فاجتنبوا الريكسة من الاوثان واجتنبوا قول الزور ايوه انت تعرف زي ايه زي ما بيأتي بعض المتسلفة يقول المرأة ايه في التعداد هذا شرع الله وزي و تلك سنة هو شرع الله باسم السنة خلي بالك التعدد اه شرع الله بس مباح انما ليس سنة يوم هو عايز بقى يخوفها بشعار السنة لأتخالفين سنة رسول الله هي من السنة التعدد من السنة هو مشروع لكن ليس سنة حتى وهو مشروع فهو مشروط 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 ليه قيود طبعا وان كان يعني حتى الشفقهاء الشفية والحنابلة قالوا الاولى الاختصار على واحدة صح قد تقول لك المهم من يجي برضو من يجي بعض الدخلاء على التشريع السلام يقول لك ايه الختان او الخفاض للاناس او للنساء سن من ايه من ايه جبته من ايه كل احاديث الختان يقروا بس كتاب نيل الاوطار للشوكاني انا بقوله المرجع جميع احاديث ختان الاناس فيها مطاعم لم يصح فيها حديث واحد شوف لم يصح فيها حديث واحد خدت بالحضرتك وبعدين بس لو انه مش موضوع الحلقة وبعدين هتجد ان الخفاض اصلا كان عملية تجميلية اذا وجدت المختضيات والدواعي تصدق انما يأتوا بعض الجهلاء في الريف والصعيد وهنا وهنا وعندنين يقول لك ايه ده سنة فكسير يا سيد الكريم من المفاهيم المغلوطة ودي ألف باء تجديد الخطاب الديني الذي نادى بيه سيد الرئيس عفتاح السيسي حافظه الله اللهم بلغنا رمضان في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر